كلنا شوفنا قصص جونويك التلاتة واللي ما شوفهمش فدلوقتي فاتوا كتير جدا يعني انا مش اطول عليكم هتلاقوا لينك التلات اجزاء في الوصف للي يحب يشوفهم يلا بنا ندخل لاحداث الفيلم المنتظر واللي بيبدأ بفاكن جونويك وهو بيدرب بعد ما استعاد صحياته واول ما خلص تمرينو القاسية طلع للصحراء وورا مجموعة رجالة تابعين للمجلس الاعلى وكان متجارهم قدامه ومع كده خلص عليهم ووصل لقائد المجلس الاعلى وده كان واحد تاني غير العمل اتفاق مع جونويك في الجزء الثالث بس مع كده جونويك ما تفاهمش معاه وفرتكله دماغه وفي نفس الوقت في واحد وصل لفندق الكونتيننتل وطلب من شارون انه يقابل المدير وفعلا وينستن قبله والشخص ده قاله انه مبغوث من المركيز من عائلة جيرامونت وجاي يعرفه ان المركيز ادان الفندق ده في كل جرائم جونويك وقدى الوينستن مهلسها علشان يخل الفندق وكمان يقابل المركيز وفعلا وينستن خد شارون وراح يقابل المركيز اللي لقوه حاطة سعر رملية علشان دي المهلة بتاعت اخراج الفندق والمركيز قالوهم انه كل الاعضاء بيليموا فندق الكونتيننتل على كل جرائم جونويك ووينستن قالو بس انا ضربته بالنار والمركيز قالو حصل لكن للاسف هو لسه عايش وبيقتي لكل شخص عنه بتشوفه وفي خلال ما هم بتكلموا كانت السعر رملية خلصت ودي كانت نهاية المهلة ومعاها نهاية فندق الكونتيننتل اللي انفجر بالكامل والمركيز قالو نستن انت دلوقتي بقيت نكرة ومطلود وبكده ما بقتش محتاج خدمة شارون وضربوا طلقة قتله وونستن صدم من كده ونزل جئا بشارون علشان يودعه وهو بيموت بين ايديه والمركيز طلب من المساعد بتاعه يجيب له قاتل اسمه كين وهو ده كين كفيف بس قاتل محنك وما حدش بيقدر يقف طريقه وكان قاعد بيسمع موسيقى عادية من اللي بنته بتعزفها له لحد ما جاله مساعد المركيز اللي خده للمركيز اللي اول ما شافه قالو انا عندي مهمة ليك بس كين قالو بس انا متقاعد دلوقتي والمركيز ما كانش متعود ان حد يرفض له طلب فهدد كين ببنته انه يخلص عليها لو ما قاتل لهمش جون ويك وقالو انا عارف انه صاحبك وكين قالو كان زميل وصديقه بمثابة اخ بس الشغل شغل واضطر انه يوافق على المهمة وده كوجي صحف عنده الكونتيننتل برضو بس في الصين وبنته اكيرة كان باين انها الانا بعد اللي حصل في الكونتيننتل في نيويورك وانه اتدمر بسبب مساعدتهم لجون ويك وقالت لابوها كوجي ان مساعدته لجون ويك خطر وممكن تقلب المجلس الاعلى عليهم بس ابوها رفض يسمعها بتتكلم باي سوق عن جون ويك وده لانه صاحب عمره وسبها وطلع لسطح الفندق وهناك جون ويك كان مستنيه وكوجي قالو انه قتل رئيس المجلس كان غلطة ورد المجلس عليه كان عبارة عن تدمير الكونتيننتل الخاص بنيويورك وجون سألوا عن وينوستن فقالوا لا ما تقلقش كويس بس اتلوا شارون موظف الاستقبال وجون اتعصب وقالوا انه هرد عليهم رد تاني وهو انه يقتل كل اعضاء المجلس وفي الوقت ده مساعد المركيز وصل لنفس الفندق وكان معه عدد كبير جدا من الحراس اللي انتشروا في الفندق وطلبوا من اكيرة انهم عاوزين يقبلوا المدير فطلبت منهم ارتاحوا وطلعت بسرعة علشان تبلغ ابوها ان مساعد المركيز عاوز يقبلوا وابوها طلب منها تفضل مع جون وهو انزل لرجالته وقال لهم يجهزوا نفسهم لأي معركة ممكن تحصل وبينزل يا ابو المساعد المركيز وسألوا عاوز ايه فقالوا انهم محتاجين يفتشوا الفندق علشان يتأكدوا انهم ما بيقدموش اي خدمات لجونويك وكوجي وافق انهم يفتشوا براحتهم بس بشرط واحد وهو انهم يسلموا اسلحتهم وده لان فندق ممنوع القتل فيه ومساعد المركيز رفض الشرط ده وقال له كوجي انه لو وقف في طريقهم هيبقى مصيره نفس مصير ونستن ومع كده كوجي فضل مصمم على طلبه وفجأة كين بيظهر وكوجي اول ما بيشوفه بيتفاجئ بيه وده لانه صديقه وقال له انه مبسوط انه لسه عايش وسألوا عن اخبار بنته فقالوا انها بخير وهما بيتكلموا مساعد المركيز اتعصب وقال له كوجي انه خلاص جرد الفندق من صلاحياته وامر الحراس انهم يبدأوا يفتشوا المكان وطبعا كوجي رفض وبسرعة استدعى كل رجالته اللي حوطوا المساعد ورجالته من كل مكان وهم اللي بدعوا الهجوم وضربوا ساهمة على المساعد لكن صدوا بدراه عادي كأنه حاجة عادية وبتبدأ بينهم معركة كلها ضرب وقتل من كل اتجاه وحاجة يعني كده اخر غباوة وبعد قتل كتير كوجي اعتقد انه خلاص اتغلب على مساعد المركيز بس بيتفاجئ بعدد كبير جدا من جنود المجلس دخلوا الفندق وكان باين انهم مش نويين على خير وقتها كوجي بيتطر ينسحب هو والبقى من رجالته واكيرة قارت له جون لو الادارة عرفت انك هنا مش هيتحونوا مع ابويا وكمان مش هيرتحوا إلا ما يخلصوا عليه هو وعيلته وفجأة وهما بيتكلموا دخل عليهم واحد من رجالة ابوها وقال لها ان الفندق بيتعرض للهجوم فاستعدت للمعركة وسألت جون لو انت مسلح وطبعا هو دايما مستعد لكل الاحتمالات وبدون تفاهم المعركة وصلت لحد عندهم وطبعا مش محتاجة تكلم عن اللي جون ويك ممكن يعملوه في كل شخص عينه هتشوفه لانك عارفين جون ويك قاهر الدروع اللي ملهاش رادع خلوني اكلمكو عن اكيرة اللي طلعت اسطورة في الفنون القتلية وبتلعب بكل اللي بيقابلوها لعب وفي خلال العجن ده كله كين كان مستمتع بواجبة سريعة على حضرها لنفسه ومساعد المركيز شافه فقال له انت مش جاي تاكل يلا اقوم شوف شغلك وقتها ام وهو كله ثقة في نفسه معا انه كفيف وكمان كان بيتفادى التلقاط اللي بتتضرب عليه وبعد ما خلص على كام واحد مل المكان اجهزة انزاره علشان يعرف الهجوم جايله منين وفعلا اول محد بيعد عليهم بيرنه وبيعرف مكانهم وطبعا اي شخص كين بيعرف مكانه بيبقى في خبر كانه وكل ده ولسه مستخدمش سلاح نرجع تاني الاكيرة وهي بتقتل في كل اللي بيقابلوها بمهارات جميلة مع انهم لابسين بيلة محصنة وكمان دروع مرعبة لكن في النهاية وراتت نفسها مع واحد قدها عشر مرات لا ما تخافوش لانها رجبت فوقه وقتلته اه بس اتصابت اصابة كفيفة وابوها حس بيها فوصلها وكال كل اللي بيهددوا سلامتها وجون ويك وصلوهم وكوجي قال له اهرب وما تخليش حد يمسكك علشان ما كونش عادية المجلس على الفاضي وجون في البداية رفض بس كوجي قال له لازم تهرب وحاول تقتل اكبر عدد من الجنود في طريقك لو عاوز تخدامني يعني وطبعا جون ويك ما كانش محتاجه وصاية لانه اصلا متعطش للقتل وبسرعة فعل هاكر تحديد الاماكن علشان ما يضيعش وقت في البحث واول ما شاف الجنود عمل منهم عصير كوكتيل فراولا على رومان وده لان الاتنين لونهم احمر واللي بيكون عليه الدور في القتال كان بينزل شوية عصير اناناس اصفر صافي لانه عارف ان جون ويك جاي اذا ده اخر واحد عينه هتشوفه اسوأ حاجة في البدر المدرعة دي انها ما بتتلبسش في الدماغ المهم ان جون ويك بعدما انخلص على خشره وميت واحد بدأ يحس انه تعبان ووقتها لقى كين وصله ويف قدامه وهما الاتنين اتأسفوا البعض وده لانهم اصحاب وهيضطروا يقتلوا بعض وهوب المعركة بينهم بدأت وكانت معركة صعبة على الاتنين بس محدش فيهم قدر يأثر على التاني لانهم كانوا بيتفادوا ضربات بعض كويس قوي وبعد معركة طويلة جدا ما بينهم جون جاله فرصة يقتلوا لكن اكتشف ان اسلاحه خلاص فضي ووقتها هما الاتنين كملوا معركتهم بالاسلحة وكين نزل فوق جون وبقى بيحاول يقتلوا بس فجأة في واحد ظهر وضرب طلقة على كين مش علشان يقتلوا هو بس كان بيحاول يفرقهم عن بعض وفعلا نجح في كده لان جون عارف يهرب وبعدها الشخص دخل نفسه هو ماشي والمجلس لما لقى ان قتل جون صعبة قوي كده عرض على روحه 20 مليون دولار وطبعا دي كانت كفيلة انها تخلي اي شخص يضحي بحياته ويفكر انه يقتل جون اللي قتل واحد كمان وخذل علامة اللي معلقها على البدلته ولقى في مجموعة تانية دخلت عليه بس الشخص اللي انقضه من كين ظهر تاني وقتلهم وقال لجون انا مش هسمح لحد اقتلك غيري بس مش هقتلك دلوقتي لان الرقم اللي على روحك لسه مش مجز بالنسبالي وفي واحد ظهر ورا جون والشخص ده قتلوا بسرعة علشان ينقض جون وساب ويمشي وكوشي وهو خارج من الفندق مع بنته لقى كيم مستني وقال له قول لي ما كان جون وهسيبك تمشي بس كوشي رفض يقول له على اي حاجة وكان مصاب ومع كده ساب بنته ورحله علشان يدخل معه في معركة وهما الاثنين كانوا بيتحركوا بسرعة بس معا كده كين قدر انه يجرحوا في ظهره وكان حزين جدا وبيعايت وقال لكوشي اعتني ببنتك واساب ومشي بس كوشي ما سكتش واجم عليه تاني وده لانه ما عملش تحقل الصداقة اللي كانت بينهم ووقتها كين اضطر انه يقتلوا وهو حزين وكان بينزل دموع عليه واكيرا حاولت تاخد حق ابوها بس كين قال لها مش هتقدري وعلشان كده انصحك تمشي فسمحت كلامه واضطرت انها فيها لن تمشي وجونويك راح يركب المترو ولعا اكيرا راحت وراء وقالت له ابوها مات بسببك وهو اللي اتحمل عواقب افعالك وطلبت منه انه يقتل لها المركيز كانتقام لابوها فقال لها التبري مات وونستن راح قدام فندق الكنتونتل وفضل يتأمله بعدما اتضمر وتفاجئ ببوري كينج وقف جنبه فسأله بتعمل ايه هنا وبوري قال له اعتقد انك بقيت مشرد والمشردين لازم يوقفوا جنبه بعض وونستن طلب منه يخليه يقابل فقال له ما انصحكش لانك اخر مرة ضربت علي نار وونستن قال له لازم اقابله علشان اعرفه انه كل اللي هو قابله مايجيش واحد في المية من اللي للسيجاي واحد قال المركيز انت ليه بتدمر الفنادق بتاعتنا فقال له انا مايهمنيش قتل جونويك اكتر من اني ادمر اسمه وكل ماعرفه انا عاوز ارغي فكرة جونويك من العقول والشخص اللي انقض جونويك قابل المركيز وقال له لو عاوز تعرف مكان جونويك فانا مستعد اقول لك بس تدفع كم بخلاف الخمسة وعشرين مليون بعد ما اقتله والمركيز قال له هدفع عشرين مليون بس الشخص ده كان طمع شوية وطلب ثلاثة وعشرين مليون مش عارف التلاتة دول هفروا معاف ايه المهم ان المركيز علشان يقبل حب يخلي سلامهم بالدم فخرش من الاخ ده ايده وكده اتفاقهم بقى على تمانية واربعين مليون دولار مقابل مكان وهو روح جونويك اللي لسه عايش حياته عادي وراح يقابل ونستن عند قبر الشارنة علشان يودعوهم الاتنين وجون سألوا العلامة بتاعت مين فقال له بتاعت المركيز من عيلة جيرامونت واللي وصلوا لدرجة المركيز هي انه ضمن للمجلس قتلك ودلوقتي كل موارد الطاولة تحت تصرفه وجون سألوا ايه فين فقال له باريس فسابوا وراع علشان يقتلوا بس ونستن قال له ما تبقاش غابي بقى انت لو قتلته هيجيبه غيره في لحظة اقتلوا بس بعد ما تاخد حريتك وجون سألوا طب انا اعمل كده ازاي فقال له اتحدى في قتال حتى الموت ولو خلصت عليه المجلس هيديك حريتك وعلشان كده لازم يبقى عندك عيلة هي اللي تطلب التحدي وعلشان يبقى عندك عيلة لازم تروح للرسكة علشان تضمنك وجون سألوا ليه بتساعدني فقال له علشان انتقم مش اكتر وجون يكرح لأهل بلده علشان يطلب منهم يتعاونوا معاه بس اول واحد شافه قابله بطريعة حماسية شوية وبعد كده بقى وافقوا يتكلموا معاه والشخص ده عارف مكانه واتصل بالمركيز وقال له على مكانه والمفروض انه بكده ياخد اول 23 مليون بس المركيز قال له مش هتاقد حاجة الا لو قتلتوا الاول وكمان لو ما قتلتوش انا اللي هقتلك وبالنسبة لجون فأهل بلده علقوا في رقابته وحب للمشناء علشان يتفهموا على رواقان اتعرضوا للإهانة والإزلال برضو من المركيز بسبب تعاونهم القديم مع جون وجون استغل الفرصة وقال لهم يبقى خلونا يتعاون مع بعض ضد العدو المشترك انا عاوز اقتل المركيز في مبارزة حتى الموت ولازم انتو اللي ترتبوها لي وقائدة العصابة دي وفقت انها تساعده مقابل انه يقتل الشخص اللي قتل ابوها وكمانها ترجع تضم ليلتهم الثاني وثابته علشان ينفذ لها المهمة دي وكمان سلمته الواحد من رجاليته علشان يوصله للشخص المطلوب وهو فعلا وصله للشخص بس ده واحد تبع المركيز وكمان كين كان مستنيه هناك وطلع ان جون ويك اتعرض للخيانة من أهل بلده اللي بعوه علشان يرحموا نفسهم والشخص ده شكله كده عشوائي وحب يقتل جون ويك بس كين هدده وقاله محدش هيقتله غيري وكمان الراجل اللي اتفق مع المركيز دخل عليهم هو كمان واخدوا منه سلاحه وبكده كل اللي في القاعدة بقوا عاوزين يقتله جون ويك بس من الواضح ان عيلة جون ويك ما بعهوش ولا حاجة وده لان الشخص اللي هم سلموا ليه طلع انه هو ده الضحية اللي المفروض جون ويك هيقتله وفعلا جون ويك ما تفهمش معاه وهاجم عليه وجرحوا في رقابته والشخص اللي اتفق مع المركيز بدأ يساعد جون ويك مش علشان بيحبه لا ده لانه مش عاوز حد يقتله غيره وكمان كين بدأ يساعد جون ويك لان الشخص ده كان مضايقه وبكده هم الثلاثة بقوا بيتعاونوا علشان يخلصوا على الشخص ده وكل رجالته وطبعا كده بدون كلام كتير خلصوا على كل اتباعه وجون ويك راح بسرعة وراء ابو كرش اللي بيهرب ده علشان يخلص عليه وطبعا في طريقه لازم يقتله خمستاشر او عشرين شخص من باب التمارين يعني او حبة بوهارات تدي طعم ممتع للمشهد وفي الاخر جون وصل لابو كرش ودخل معه في معركة وكان فكر انه حتة لحمة طرية بس طلع انه وعد مفتري ومعرفش معنى الحنية وخذ جون ويك تحت الطابلية بس حال جون ويك يسكت ما حصلش لكن المشكلة علشان يوصل له تاني اضطر انه يواجه مجموعة تانية من الرجالة اللي طبيعي يعني هيقتلهم لانهم مش من المستوى دون دون المستوى ولسه الاخ كان بيقتل في شوية بنا قدمين ومش فارق معا ان كان كفيف او لا وجون ويك وصلت تاني الابو كرش بس برضو كان عالق محترمة ولما بدأ يحس بالاهانة قرر انه يفوق كده وزنى ابو كرش تحته ونزل فيه عجل لحد ما خلاه حتة لحمة طرية وفعلا عارف يقوم ويهرب لانه بدأ يخاف لما حاس انه يموت بس جون ويك ويك وطرده لحد ما وقعوا من على سلم ونزلت زارع بصل فمات وكمان خد سنانه الدهبية دي علشان تكون اثبات انه قتله وكان ماشي عادي في حاله بس الاخ اللي اتفق مع المركز شافه من بيد وكان ناوي انه له طلقة يجيب اجله بس كنا هدده قال له جون ويك بتاهي انا وجون ويك رجع لأهل بلده بالاثبات انه قتل الشخص المطلوب وبكده رجع اتاني عضو من العائلة والعائلة دي اللي هي عصابة روسيا البيضاء وكمان القائدة وفقت انها ترتب له المبرزة اللي عاوزها وانست انه هو اللي اخد الجواب بالمبرزة حتى يموت للمركيز علشان يشمل فيه كان عاوز يشوف ملامح ويشه هو بيوصله الخبر وطبعا المركيز خاف من المبرزة وحاول انه يرفض المبرزة لكن مش بكيفه لانه كل دي القوانين هما بيتبعوها ومن ضمن القوانين ان المبرزة دي ما بتطرفتش وفعلا جون ويكرح له علشان يتفقوا على الظروف والمكان والاسلحة اللي هيعملوا فيها المبرزة وبعد ما اتفقوا على كل حاجة الحكم قالوهم ان لو جون انتصر هيبقى حر من كل عقوبات اللي اتفرضت عليه وكمان هيتم تعيينه مدير الفوندو الكونتيننتل في نيويورك بدل وينستون ولما اتفقوا على كل حاجة وينستون قال لجون لازم تلاقي مكان آمن تقعد فيه لحد وقت القتال وانا لازم اروح اعمل حاجة مستعجيلة جدا والمركيز لانه خايف اكبر كان يقاتل جون ويكبداله فمقابر انه ما يقزيش بنته وطبعا كان اتطر يوافق كالعادة وسابه راح يقابل جون وقال له من الجيد اني قابل اصدقائي القدام بس للاسف هتطرقتلك علشان انقص بنتي وجون ما اهتمش به وسابه ومشي ونزل لمحطة مترو مهجورة وهناك قابل وينستون وهو معه بولي كينغ اللي مجهز لجون بدل مدرع علشان يتقنق بيها في المبرزة وفي نفس الوقت المركيز قال للمساعد بتاعه انا عاوزك تعطل جون ويك على انه يوصل لمعادة المبرزة بأي طريقة وطبعا علشان يعملوا كده عرضوا 26 مليون دولار مقابل موت جون ويك وكل اعضاء العصابات سموا العرض وكمان جون ويك سمع العرض المقدم على حياته والكل بدأ يتسلح بكل انواع الاسلحة ويجهزوا نفسهم علشان يقتلوا بابا ييجا وطبعا هم مش واحد او اتنين اللي جهزوا نفسهم ده عصابات كاملة وجون كل اللي هو طلبه من بولي كينغ انه يددله مسدس واول ما مسك السلاح قال له اعد الجسس ده لو عرفت وبعد ما ادالوا السلاح خدوا في جولة تحت المدينة في غرف الصرف علشان ينقلوا الاقرب مكان من المبرزة وجون اول ما طلع لسطح الارض لقى في اتنين كانوا مستنين بس دول ما خدوا شوقته وماتوا بسرعة وجون مرحقش الشيء من نفسه وهو لقى واحد شاله بعربية بس ده كان غاب شوية لانه برضو مات ببساطة وفي اتنين وصلوا بعده وبردو ما خدوش وقت وفجأة المكان بقى مليان قطرة من كل اتجاه وجون بقى بحارب جيش لوحده بس طبعا كل ده بالنسبة له ما هو الا تدريب او تسخين ما قبل المبرزة وكمان كل ما بيهرب لمكان المجلس بيكلم كل القتل وبيعرفهم مكانه وطبعا جون مش هامه لانه ركب العربية المفضلة على قلبه وبيهرب بيها وفجأة لا عصابة كاملة فوشه ففضل لي خمس حواليهم لحد ما خلص عليهم بالكامل وما الحقش يفرح لانه ما بيحبش يفرح اصلا بس جالوا عربيتين شالوا عربيته وده طبعا ما بقفوش وخلص على اللي فيهم وقتل قتل كتير جدا لحد ما جيت دور على مساعد المركيز وطبعا هو كان مفكر نفسه بطل بس كال على عينه وبصراحة كانت علقة يعني مش هينساها لان جون طياره وسلمه العربية شاريته والمعركة باين عليها انها كانت لسه مطاولة في شارع عمومي وجون شغال قتل في كل اللي بيقابله واللي بيهرب منه بيجي عربيات تشيله عادي ومساعد المركيز لسه ما ماتش ورجع علشان يموت بس مالوش نصيب يموت دلوقتي والمعركة مش عاوزة تخلص مع جون لانه كل ما يقتل واحد يظهر مكانه ثلاثة لحد ما فجأة جون لقى شخص بيساعده ولما بص لقى الراجل الاسود اللي مش عاوز حد يقتله غيره وجون لما زهق خدمه تسيكله وهرب بيه من المكان لانه بصراحة كم كم وبوء ومالحقش يهرب كتير لان برضو المجلس بلغ لسابط عن مكانه وجون لقاهم محصرينه من كل اتجاه فهرب ودخل لمبنى مهجور علشان يستفرد بيهم برعته بدون ما حد يعطره وفعلا كان اي حد بيشوفه وما بيشوفش حاجه بعده وكمان الشخص ده راح وراهم علشان يساعد جون لحد ما جاله مكالمة من المركيز اللي قاله تمام انا موافق على كل شروطك بس اهم حاجة ققتل جون باي طريقة والشخص ده قاله ان كان كده فانا عرض 35 مليون غير اتفاقنا القديم ولما المركيز رفض الاخ ده قفل في وشه ونزل بسرعة الارض المعركة وقتل كثير من رجالة العصابات ولقى المركيز بيتكلمه تاني فقاله هاخد 40 مليون ووقتها المركيز اتطر يوافق وهو ساكد وكمان عرض الـ 40 مليون ده لأي شخص ممكن يقتل جون ويك وده ادى لان فيها عصابات كثير قررت انها تفقد عقلها وتوقف في وش بابا يجا اللي كان لسه شغال قتل بكل انواع واشكال الاسلحة وما كانش راحم والجميل هنا انه حافظ الاسلحة ويتعامل معاهم كأنهم واحد او بيقدر يتكلم معاهم لانه عمر سلاحه مخانه ودايما بيساعده في كل معاركه هو اه بيفضل المسدس الـ 9 ملي بس ما يدرش لو استخدم انواع تانية لانه شغال اتلب كل حاجة بس انا اكتر سلاح شدني هنا هو شاتجن اللي بيحرق مكان دربيته ده وبعد ما خلصوا على كل القتلة دلوقتي جون ويك دخل لمعركته مع الشخص الاسود ده اللي انا فكرته جامد بس طلع على قد حالاته او هو جامد لكن مع جون فهو على قد حالاته وجون كان هيقتله خلاص بس لقى ان مساعدا مركيز هيقتل الكلب بتاع الشخص الاسود اللي قدامه ده فانقذ الكلب وضرب مساعدا مركيز طلق ديتين قلبه من على السلم وغالبا كده المفروض يبقى ميت وفجأة لو ناس بتهجم عليهم وجون قام بسرعة وهرب من المكان واخيرا وصل لمكان المبارزة بس محتاج يطلع على 211 سلم وطبعا دول مش هيبقوا بالساهل لانه في الاغلب اضطر انه هيقتل معاهم 222 شخصا مرتزقة كان عاوز يقتله وفعلا بعد عناء وفرهادة كتير قتلهم بس رجع تاني لقى مساعدا مركيز في وشه وضربوا رجلي فوقعوا من على كل السرالم دي تاني ووقت المبارزة خلاص قرب يبدأ وجون وقع على الارض وتعبان بس لقى كيين جانبه وقال له انا عاوزك تطلع للسرالم دي باي طريقة ومسك ايده علشان يوقفوا وهم اللي اتنين طلوا مع بعض علشان يعملوا عمل مشترك ويخلصوا على كل اللي بيقتروا طريقهم وفعلا دوروا الاتل ماشي الضرب القتل في الكل اللي بيقابلوهم لانه وقتهم كان دايق لان باقي دي اقتين بس على موعد المبارزة وكيين عمل شهول جميل مع جون ويك اللي بقى واقع في الارض ومساعدا مركيز كان خلاص هيقتله بس كيين اتدخل وعمل منه بطاطس محمرة وسابه مرمي ومشي والاخ ده حاول يقوم تاني بس رأى كلب الشخص الاسود في وشه وهابشه في المكان محدش يحب يعرفه بصراحة وكمان الشخص الاسود وصل وخلص عليه وجون ويكين وصلوا مع بعض اخيرا لمكان المبارزة وفي المعد المحدد ومراسم القتال بدأت وهم الاتنين جهزوا نفسهم واستعدوا وكمان كل واحد فيهم قلع درعه واستلم سلاحه وبعد كده اتفرقوا بعيدا عن بعض وكل واحد فيهم حط طلقة واحدة في سلاحه والمبارزة هتكون شبه المبارزات اللي كان بتحصل في امريكا زمان واول ما الحاكم بدأ هما الاتنين ضربوا بعض بس كانت اصابات في الكتف ووقتها كل واحد فيهم قرب من الثاني عشر خطوات وحطوا طلقة تانية في الاسلحة وضربوا بعض برده بس كانت كلها اصابات بدون قتل فقربوا تاني من بعض وعمروا اسلحتهم تاني ووقفوا مستعدين ولما ضربوا بعض جون هو اللي اتأثر من الطلقة دي ووقع في الارض ووقتها المركيز حسب الانتصار وقال له انا عاوز انا اللقتي الجون وخد السلاح من كين بس ملحقش يقتل جون لان جون طلع صايع ومستخدمش طلقته وهو ده كان بكيفه لانه عارف ان المركيز هيعمل كده وبكده هيبقى دخل معالي المعركة ووقتها جون قام بسرعة وحط له اطلق افراسه وبكده جون انتصر بدون ما يقتل صاحبه وكمان كين خد حريته هو وبنته وجون بقى حر طليق بدون اي احكام عليه وكمان بقى مدير الكونتيننتل وكين راح يتطمن على جون وجون قال له انا انقصتك انت وبنتك ودلوقتي انت مدين ليه بخدمة وقام وطلب من وينستن انه يوصلوا البيته وكان تعبان فرع يستمتع بشروق الشمس وبدأ يفتكر مراته اللي ماتت وشكله كده حصلها هو كمان بسبب اصاباته وكمان اتدفن جنبها وبوري كينج ووينستن راحوا عند قابره علشان يودعوه ووينستن في النهاية قال له اداعا يا ابني معرفش دي بقى مجرد مقولة عبرة واللي هو فعلا كان ابنه بس المهم انه مات بقى وخلصنا منه علشان انا تعبت من كتر ما عديت اللي هو قتالهم وهنا تنتهي سلالة جون ويك واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم